وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 464 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 162 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 49 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 111 طن وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 705 قضايا من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و82 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات